أهلاً بكم المشاهدين والمشاهدات العزاء وضيفنا في هذه الفقرة يأتينا من شفا عمر الأستاذ عادل ذياب طافش أهلاً ومرحباً بك مساء الخير حبيبي مساء الورد والفل والياسمين وأنت متعدد كيف يبدأ عرفك متعدد التعريفات أنت عازف فنان تأزف على العود بتغني ناشط اجتماعي لك أيضاً اهتمامات في عالم السياسي مش سياسي وإنما في عالم الأخبار والسياسة وإنت أيضاً لك علاقة في عالم السياحة وفي خرمجالات معرفينش أنا بعد في كير مثل يعني على سبيل المثال أنا كمان رياضي في الزمنات رياضي معتزل معتزل وصلت لمرحلة اللي هي زي ما بقولولا أحزام أسود في الكاراتين اللي هي معترف فيه بالعالم كله يعني الشهادة اللي أنا أخدتها معترف فيها بالعالم كله لماذا الكاراتين بالذات يعني لماذا حبيت الكاراتين غير عن الباقن وعن رياضة حبيب قلبي أنا يعني هاي فترة عشان تقدر تحصل على أحزام أسود كاراتين لازم تبدأ من جيل صغير إلى حد ما عشان تبدأ في اللون الأبيض أصفر وتلي طبعا أحزمة اللي هي بتتقدم يعني حتى اللون البني فيه ثلاث مراحل عشان توصل للأسود للأحزام الأسود فلازم تبدأ من جيل مبكر من جيل مبكر حبيت رياضة الكاراتين ألا وهي رياضة بتمتاز مش بس في الروح الرياضية فيها أدب وأخلاق فش فيها عنف؟ إلى حد ما بس قبل العنف وقبل الدفاع عن النفس هي أخلاق يعني أول ما بتتعلم بتتعلم بكارتي في التسامح والأخلاق العالي وطبعا الأشي ما كانش ما كانش هوية إن الواحد يوصل لمرحلة اللي أنت تحصل فيها على هاي الدرجة وهذا الاستحقاق يعني أنا بذكر في الامتحان الأخير اللي كان عندنا المدرب ياباني من برية البلاد مسك قلم زي هذا وقال أنت مجبور تضرب في رجلك ما يقارب العشرين ثلاثين ضربي على هذا القلم بس بشرط أنك ما تصبوش إذا صبته سقطت في الامتحان كذلك الأمر في الإيد أيتسوكي مثلا بدك تضرب إذا بتتقم في القلم يعني يكون فيه زي ردة فعل زي باكم معين فعشان ننجح كان لازم نبذل جهد كبير وأنا بنحكي من سنوات قبل كدهش هذا الحكي بنحكي قبل ما يقارب الخمسة عشر سنة يعني متعدد المواهب هاي إشي مش مني أنا هاي إشي من رب العالمين يعني أنا بعزف على العود بغني كذلك الأمر هل بتعزف وبتغني كهواية ولا أيضا كمهنة؟ لا كمهني أنا كان إلي لقاء مع أخونا وحبيبنا وتاج رأسنا أبو فادي بسام جابر هنا في تلفزيون هلا وحكينا أنه أنا كان إلي مشوار طويل في مصر سنتين عملت هناك فيديو كليب ودعوني الحبايب في انتظار طبعا ما بعد رمضان لأنه شايف فيه أغاني رمضانية في قناة هلا اللي نقدر نبث هاي الأغنية في الأردن عملت أغنية هلا بالغالي كمان فيديو كليب قبل مصر وبثت على تلفزيون الأردني وبثت في مصر كذلك الأمر لا أعملت حفلات عديدة في بلادنا وخارج البلاد يعني في الأردن وفي مصر في حدا بدعم الفنان المحلي مشان يصدر مثل هذه الأغاني ولا كله بتكفل هو مصاريف كل المصاريف هو اللي بتكفلها على حسابه الخاص أنا في الأردن كانت تكاليف على حسابي الخاص وحينذاك كان عندي إذاعة اسمها راديو الربيع قبل موقع الربيع ما يكون عندي اليوم اللي هو على السوشيال ميديا ومن خلال الإذاعة اقدرت أنا أشتغل وأجيب إعلانات اللي تأهلني أقدر أتقدم ماديا في هديك الفترة كان في شغل الحمد لله فعملت فيديو كليب ومكثت فترة في الأردن كمان عمان إف إيم لقاءات في التلفزيون الأردني وما بعدها انتقلت لمصر الأشي الحلو في مصر ما الفرق بين الأردن ومصر من ناحية فن لأنه دائما بيقوله اللي بدون ينجح فنيا عليه بالقاهرة بالأول لا يمكن يكون أنا بحكي على سعيد العالم العربي ككل طبعا أنا حبيت التجربة الأولى تكون في الأردن استعدادا للمرحلة الكبرة الأكبر مع العلم أن الأردن يعني كثار الفنانين اللي طلعوا من الأردن صحيح صميرة توفيق طبعا بداياتهم كانت من الأردن وليد توفيق عادل مش توفيق كانت مرحلة مرحلة ثانية مصر مصر أم الدنيا مصر الاستوديوهات اللي موجودة هناك طبعا حدث ولا حرش زي ما بقولوا العالم الفن اللي هناك عالم شاسع وواسع عشانيك أنا مكثت سنتين في مصر أقامت فيها سنتين أقامت فيها سنتين وكنت أجي لهون زيارة طبعا عندك تقول لي كيف أقامت هناك كيف بك هناك حكي لنا؟ وين كنت بأي عام؟ أنا كنت في القاهرة طبعا كل الشغل في القاهرة مظبوط الفيزا بتعطيك شهر بعد الشهر هذا ما يخلص بتقعد ستة شهر سبعة شهر سنة اللي هو لما بترجع على الحدود بتدفع غرامي اللي هي عبارة عن مئة جنيه وبقولوا لك الله يسهل عليك يعني ما فيها لا صمح الله إشي اللي يضرني من ناحية ثانية أنا وجودة في مصر تحكي على مئة مليون يعني مش رحين يجيوا يسألوا عني أنا وين أنت ومنين أنت وبطاقتك وكل هاي الأمور فما كان يعني كان الإشي مسهل والحمد لله عملت هناك أغني تودعوني الحبايب اللي كمان غنيناها هنا ومناسبة لهاي الأيام الصعبة اللي إحنا موجودين فيها الأغني هاي من تراثنا يعني شو رأيك تسمع نعيشك قبل ما نكمل حبيب قليل خلينا نستغل قداش من نقدر من فنك الله يسعدك الله يخليك موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وشوي شوي صارت تطور معي الأمور جبت عود لأني حبيت قالت العود أنا كيف عم بعزف على العود عم بعزف سماعي أنا ما تعلمت على العود هاي موهدة آه والله إذا كيف غدرت أعمل أغاني فيديو كليب كذا مع تطور الحياة صارت أعرف مقامات أسأل أستفسر أستفهم لحد ما وصلت لمرحلة اللي أنا صارت أعرف حالي أه أعرف حالي وين أنا موجود يعني إذا بطلع مع الفرقة أغني بقوله أعطيني بيات ري مثلا نهواند يعني الأشياء الحمد لله صارت مع الوقت تفيدني إلى حد ما كداش بتشوف أنه لما سألت لك قبل عن التكلفة وأنه التكاليف الماضي كداش بتشوف أنه فنان محل الفنان المحل بين مجتمعنا قادر عن جدي أنه يعكس صورته الحقيقية كداشه وسط كل الظروف اللي بنعيشها والإمكانيات المتوفرة دائله يعني بتحس مرات أنه عندك ناس عندها طاقة كبيرة جداً ولكنها مش هلكد ما يخذ حقها بسبب الظروف اللي عايشين إحنا فيها في هذه البلاد أنا بحترم كثير سؤالك اللي سؤالي ويمكن إحنا ما قدرنا نكمله بسبب تعدد المواهب أقول لك شغلي أخي شهادي يعني أنا صرفت ما صرفته في الأردن على الفيديو كليب اللي أنا عملته إقامي من فندق لفندق يعني الحظ أنه الأردن قريبة لإلنا مش بحاجة أني أمكث فيها لا سنة ولا سنتين بس الأردن بلد مش رخيصة العيش فيها لا مش رخيصة العيش فيها عشان هيك أنا كنت دايما أروح أقعد أسبوع في فندق معين يعملوا معي لقاء في التلفزيون أصور قسم من الفيديو كليب مثلا عندي حفلات هنا وهناك أعملها وعاود أرجع على بلادنا المكوث كان في مصر ومصر كمان زي ما قلت لك الأسعار هناك رخيصة يعني أنا شهدت لقاء بينك وبين أبو فادي الأخونا بسام أثناء وجودك في مصر واستمتعت كثير في هذا اللقاء بس أنا كنت أسبوع مش مثلك مش سنتين لا أصعار أشوف كل شيء أخي إشحادي الأسعار هناك كهير رخيصة يعني كنت أخد شقة مفروشي أدفع بالشهر ما يقارب الميت شكل مية وخمسين شكل أجار شقة طبعا شقة بسيطة نعم على كده متواضعة ميتين وخمسين شكل مكسمو متلتمائة شكل شهر الناس بتعرفش المشاهدين بيعرفوش أنه الكهرباء بتحكي بخمسة عشرين شكل أخي شحادي وأنا مسؤول عن كلامي بالشهر قبل كدهش هذا هون عم نحكي قبل ما يقارب كمان تقريبا الخمسة عشر سنة سبعة عشر سنة هيك شيء حتى لو في غلاء اليوم برضو 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 يعني أنا فاهم سؤالك مش رح يكون هذاك الغلاء مثل البلاد شو أكثر أشياء بتنسأوش في مصر برافقة كثير الوقت مشهد منظر أشياء صوت معين كثير أشياء يعني أنا آخر شقة قعدت فيها في شارع الهرم وبرضو في حي شعبي يعني أفتح الشباك هيك ألاقي الناس والأصوات واللي عم ببيع الفراخ واللي عم ببيع الحمام واللي عم ببيع الكشري والطعامية والفول والطعامية ويعني سوق يعني بتحس أنه مثل ما بيشون بالأفلام زي بالأفلام وفي الليل كمان أفتح النافذة هيك أشوف ضوين الثلاث أهرامات إضاءة هيك ليلي وأمسك العود وأدندن ألا أجواء كانت الشعب المصري شعب لزيز بحب الحياة بحب الفرح بحب المرح يعني إذا بتكون جالس وجالسة جنبك زوجتك بتكون أنت مكشر بقول لك أنت مكشر لي بتكون المرحة مكشرة مثلا أو زعلاني بقول لك أنت مزعلها طب ليه أنت بزعل فحب أنه دايما يكون فرح ومرح مع كل الظروف الصعبة اللي موجودة فيه أجواء كانت جنن أنت بدي أستغل الوقت المتبك لأنه فعلا الوقت بسرعة بدنا نسمع كمان شيء منك ولكن قبل ذلك أنت لك أيضا في عالم السياحة كيف ترى وضع السياحة في هذه الأيام؟ وأكيد مبارح تابعت أمس إلغاء حوالي 150 ألف تذكرة طيران من شركة واحدة بسبب خلافات بينها وبين سلطة المطارات على تشغيل طيراتها في البلاد كيف يرى وضع السياحة في بلادنا هذه الأيام؟ أخي شحادي أنا بقول لك الوضع سياحة كثير كثير صعب ولكن إحنا كوكلاء لشركات السياحة لازم نكون متفائلين إلى حد كبير لأنه فيش حرب بدت إلا ما انتهت صحيح وعلى أمل أنه تنتهي الحرب ومنحلم أنه يحل السلام وطبعاً هناك هناك رحلات التي نشتغل لون الناس تسافر على سبيل المثال لدينا العقبي لدينا البحر الميت في الأردن لدينا البحر الميت في بلادنا لدينا إلات قبل فترة وجيزة وصلت من الأردن من عمان صدقني عمان حلوي تغيرت عمان أنا كنت في فندق روتانا ومشيت هناك في زي ممر مشا وطبعاً 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 متمشى معاً يعني شو بدأ أقول لك بتحس حالك في ديزينكوف بتحس حالك في في بنجريون بتحس حالك في عالم تقدم كبير جداً بعدين المنسة في الأردنية يا أخي يا أخي هذا بظل إله طابع خاص يعني وإله نكهة خاصة مع اللبني أنا بعرف إحنا في رمضان والصيمين والحمد لله كمان نفس الإشي يعني مشاوي عمان بتيجي بتقول له حط نص كيلو حط كيلو حط كذا في إله مطبخ الأردني والفلسطيني هو تقريباً متقارب جداً هو مطبخ شامي هو مطبخ شامي بس بتظل الأردن إله إله قاعداتها وإله صهراتها وإله حلوياتها كمان يعني إن كان أنا عم بعمل دعايات زلاطيمو وإن كان نفيسا يمكن أنت كنت وشفت خاصة واحد زي بحب هذه المأكلات والحلويات أخي شحادي يعني ما بقدر يفوتها ماذا شحادي بحبت الأكل ممكن تسمعنا كمان إشي كبير ما ينتهي إحنا عنا يعني رمضان وعنا عيد الفصح كمان وعنا قدمين على عيد الفطر وإله يهد البال وعنا كمان عيد الأم فمنحب نغني موال بمناسبة كمان عيد الأم للأمهات 21 أضار يوم الأم عفوان وهو أول أيام الربيع إن شاء الله أيامكو دائما الربيع لا تبكي يا إمي لا تشيلي همي لا تبكي يا إمي لا تشيلي همي دمعك غالي دمعك غالي إنسيني يا إمي يا إمي يا إمي ولا تحكي كلني يا إمي يا إمي يا إمي يا إمي اشتقتلك يا إبني فولت الغيبي علي لا تعود لا تعود بشي حملي يا إمي يا إمي يا إمي يا إمي يا إمي راجع يا إمي لا تخافي راجع يا إمي لا تخافي حامل وردي بكف وبالكف الثاني شكراً لإلك حبيبي يعطيك ألف عافية الله يساعدك وكبل ما ننهي بحب أعطي مجال لحضرتك إذا بتحب تقول شيء معين لجمهور المشاهدين والمشاهدات وما سألنكش عن الوضع في شفا عمر كيف شفا عمر في رمضان والله الأجواء الحمد لله إلى حد كبير طيبي وطبعاً ردية غبار الانتخابات الأوضاع الانتخابات شفا عمر أنا قلتها وبرجع بقولها شفا عمر بألف خير وشفا عمر كل حياتها ينضرب فيها المثل بلد الثلاث طواقف الإسلام والدروز والمسيحية وعايشين في محبي وفي مودي وفي روح طيبة وفي تسامح ورمضان بجمعنا كلنا يعني كل الطواقف رمضان بجمعنا اتمننا إن رمضان يجي في أوقات أطيب من هاي وأحسن من هاي وأحلى من هاي ما يكون في قتل وذبح اللي إحنا عم نشوفه من كلتا الطرفين فعشان هيك إحنا منقول إن شاء الله بحل السلام وأنا بشكر يعني هاي لحالها قناة هلا والله مش مجاملة وإنما حقيقة بترفعوا الراس بالمعاملة اللي بتتعاملوا فيها مع الإعلاميين مع أصحاب المصالح مع كل إنسان عم تستضيفون وطبعا هاي أنا قلتها وبرجع أقولها وسام على الصدر وتاج على الراس قناة هلا اللي منعتز ومنفتخر فيها اللي عم بتوصل صوتنا لكل الناس أريد أن أشكرك على كلامك الطيب شكرا لحضورك كيف بدأنا كيف بدي أنهل متعدد المواهب والوجلات العازف الفنان الناشط الاجتماعي وكيلة السياحة والصفار عادل إذياب طافش من شفاء عمر شكرا لحضورك حبيب قلبي أشكرك الله يساعدك شكرا المشاهدون والمشاهدات العزاء بهذا ننهي برنامج الموجة المفتوحة كونوا معنا عند الساعة الرابعة مع حلقة جديدة من البرنامج الإخباري هذا اليوم